أشهد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بجهود اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة خلال ترأسه اجتماعا لاستعراض نتائج أعمال اللجنة وجه المستشار جبالي الشكرى لوزارتي الدفاع والداخلية لدعمهما عمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين شارك في الاجتماع عددنا من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثل الأحزاب السياسية مشيرا إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس السيسي من جهته قال المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لمجلس النواب أن المنهج الذي تبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيدة لكافة الموضوعات حتى لو استدعى الأمر إلى تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهة المعنية استرشادا برأيها وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذي حظي به مشروع القانون